وصيتي لي ولكم عودوا إلى محاضن القرآن الكريم سيدنا أرجعوا للقرآن الكريم الله يجازيكم بخير أرجعوا للقرآن الكريم أرجعوا الكلام سيد ربي طيبون عباد الله بالهدرة أرجعوا الكلام سيد ربي في الشفاء في النور في الهدى في الذكر في الخير أرجعوا الكلام سيد ربي كل واحد فينا هذا الليلة يعاهد راسه على أنه الورد دياله ديال القرآن في التلاوة ما يطحش عليه انت و جهدك انت و جهدك انت و جهدك انت و جهدك كي اللي تبارك الله جهده أنه تيختم أقول لك من أخده من عندي كي اللي كي يختم كل تلتيان ليس بمتفرغ تيقراكي كتقراو وخدام ربما كتر ما كتقراو ويختم كل ثلاثة أيام كي يضرب وج أحزاب قبل الصلاة وج أحزاب ورا الصلاة ربعات الأحزاب على كل صلاة في خمسة هي عشرين في ثلتيان مئة ستين لو تحسب لي الطومور اللي كي يكونوا عندنا حناية كانت سنة صاحبتي تخرج كانت سنة صاحبي يخرج بلاتين ضربط ليه للفيس بلاتين ضربط ليه للواتساب انشوف الفيلد اكتوالي تيب في الإنستاقرام تويتر شنو قالوا فيه إلى آخري والله العظيم تقطع هاد الشي وتنظم وقتك وتلتزم به والله تتختم في ثلتيان قلت لك وجه أحزاب قبل الصلاة بعد حضر سيد سعيد إنه سيزب مع كل أصلة، تختم في 12 يوم، يعني تختم تقريباً، تقريباً ثلاثة مرات في الشهر. ما هي أحزاب ديالك في النهار؟ ما هي الأحزاب ديالك في النهار؟ عشرين صفحة، الموعدة ديال عشرين صفحة، قسمها على خمسات الصلاوات، أنا كاقسمها على خمسات الصلاوات باش نعطيك بالتقسيط، حيث كل شي كي يأخذ ذلك بالكريديات، باش نعطيك بالتقسيط نعم أسف، فلا ما تأخذ بالقرب، بالتقسيط أتجيك ربعات صفحات في كل أصلة، جو الصفحات قبل الصلاو، جو الصفحات وراء الصلاو، عجزنا أن نكلو كلام ربنا عز وجل، جو الصفحات قبل الصلاو، جو الصفحات وراء الصلاو، ثلاثة دقيقة، مع أناش ثلاثة دقيقة للسيد الاربي، ونقولوا البركة من غينها تنزل، رجعوا الكلام السيد الاربي، الله يجازيكم بخير، لمرتبة اللولة بتحتني يا قاع، هيا أنا نقرأ، إيه نقرأ؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ặng